صباح الخير زملائي المبدعين في ستوديو صباح الإمارات نصبح عليكم ونصبح على جميع المشاهدين من قنقان في المملكة المغربية حيث تشارك دولة الإمارات ممثلة بهيئة أبوظبي للتراث في هذا المهرجان سنويا بمشاركة مميزة مهرجان قنقان هو مهرجان تراثي يقام سنويا تحت رعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله هو مهرجان يهتم بالتراث بكل ألوانه هذا المهرجان تشارك في دولة الإمارات وهي ضيف الوحيد المشارك من خارج المملكة المغربية هناك حقيقة الكثير من الأشياء التي تقدمها هيئة أبوظبي للتراث خلال مشاركتها هنا في مهرجان طنقان عندنا اللوحات التراثية المختلفة للعاب الشعبية طبخ الشعبي جناح متكامل حقيقة موجود في المهرجان ولكن بجانب هذا المهرجان تقام في عاليات أخرى ومسابقات أخرى منها مسابقات المحالب ومسابقات مزاينة الإبل وسباق الهجن الذي يقام في مضمار الشيخ زايد هنا في طنقان اليوم من الخلفية الموجودة ورايا كيف تعرفون أننا في مسابقة مزاين الإبل هذه المسابقة تقام على مدى يومين وفيها بيكونوا إن شاء الله أكثر من ستين فائز يحصلون على جواز مختلفة على حسب الفئات المشاركة طبعا هناك فئة عمر السنة إلى الست سنوات